السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أتمنى أن تكونوا بألف خير مرحبا بكم مجددا في حصة جديدة من حصة اللغة العربية المكون القراءة الحصة الرابعة الصوت الحرف اللام مع التنوين وأول شيء نبدأ به قراءة الكلمات البصرية وسترافقني الصغيرة ياسمين هيا ياسمين قرأي هذا هذه الأحد أمام أمام أكتوبر الإثنين صفر الثلاثاء ما هي أنا الأربعاء نوانبر الخميس رابع الأول فتح سأعيد مرة ثانية هذا هذه الأحد أمام أكتوبر الإثنين صفر الثلاثاء ما هي أنا الأربعاء نوانبر الخميس ربيع الأول فتح أعيد أبنائي قراءة هذه الكلمات والآن مع لوحة حروف الوحدة الثانية إذن سنتذكر حرف السين وحرف الفا وحرف اللام مع الحركات القصيرة والطويلة إذن اقرأي يا سمين سا سو سي سا سو في سن 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 سد فا فو في فا فو في فن 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 رف لا لو لي لا لو لي ب بل دل والآن مع وضعية الانطلاق سأعطيكم بعض الكلمات ولاحظوا التغيير الذي وقع على هذه الكلمات لدينا لبسة لبيب لبيب بلبل بلبل ملابس ملابس ميلاد ميلاد دليل دليل فيل فيل سبيل سبيل فول فول رسول رسول رمال رمال إذن ماذا تلاحظون؟ جيد أعلم أنكم تعرفون التغيير الذي طرأ على حرف اللام لدينا كذلك كلمة فل 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 وهو نوع من الأزهار الآن لدينا ثلاث مجموعات مع العزل استسمح ثلاث مجموعات كل مجموعة بها كلمة مختلفة وعلينا أن نكتشف الكلمة المختلفة وستساعدنا في ذلك يا سمين إذن نقرأ بلد 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 ميلاد ميلاد مال مال ما الكلمة المختلفة؟ مال جيد لدينا لب مسلوب رمل الكلمة التي مختلفة مختلفة هي رمل جيد لدينا لباس بليد رسول الكلمة التي مختلفة هي رسول جيد نعيد قراءة الكلمات مالا رمل رسول يجب أن نعطي لكل مقطع حقه في النطق مالا رمل رسول رسول والآن مع التجزيء المقطع لدينا كلمة فول فو لن المقطع الأول هو فو المقطع الثاني المقطع الثاني هو لون لن ما المقطع الذي يضمن حرف اللام مع التنوين المقطع المقطع الذي يتضمن حرف اللام هو لون لدينا فلفلا إذن المقطع الأول فل المقطع الثاني فو المقطع الثالث لن والمقطع هو لن مع التنوين إذن لدينا بلبل جزئيها كذلك بالتصفيق بل بلن لن بل بلن نعم إذن المقطع بل ثم بو ثم لين والمقطع أو الصوت المقطع الذي يضمن الصوت مع التنوين هو لين إذن نقرأ لن لن لين جيد نستسمح جيد ابنتي والآن لدينا لن لن لين نعيد القراءة لن لن لين لن لن لين إذن لن تتكون من حرف اللام زائد تنوين الفتح لن تتكون من حرف اللام زائد تتكون بحرف اللام زائد تنوينه 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 تنوين الضم تنوين الضم لدينا لن حرف اللام زائد حرف اللام زائد تنوينه تنوينه الكاسر جيد إذن أعيد مرة ثانية لدينا لن لن حرف اللام زائد تنوين الفتح لن تنوينه لام زائد تنوينه الضم لن حرف اللام زائد تنوينه والآن مع التطابق الصوتي الخطي لدينا نقرأ هذه الكلمات التي تضمن تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر رمالاً نعم رمالاً نعم رمالاً جيد رمالاً 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 والآن نقوم بالحدث لدينا هنا كلمات سنحذف حرف اللام لدينا سالم سالم نحذف اللام ما الكلمة التي ستبقى لنا؟ أو ما هي الكلمة التي سنحصل عليها سالم نحذف اللام إذن ماذا سيبقى سام لدينا فلول نحذف اللام فقط فول جيد لما س نحذف اللام صارت مس ونضيف ممكن أن نضيف الشدة فستصير مس لدينا سام فول والآن مع الطلاقة نقرأ حرف اللام مع الحركات القصيرة والطويلة والتنوين إذن قرأي لا ل ل ل ل ل ل ل أحسنتي وأنتم كذلك أبنائي أعلم أنكم قرأتموهم وعرفتم قراءتهم جيد أبنائي أعيدوا عدة مرات والآن لدينا تطبيق لدينا كلمة بلبل بلبل نريد تنوين الفتح ماذا سنقول بلبل تنوين الفتح ماذا سنقول بلبل بلبل تنوين الضم بلبل تنوين الكسر بلبل نعم لدينا فلفل تنوين الفتح بلبل لا فلفل تنوين الضم فلفل تنوين الكسر جيد رسول رسول تنوين الفتح رسول تنوين الضم رسول تنوين الكسر رسول رسول جيد إذن بإمكانكم أنتم كذلك أبنائي فعل ذلك والآن نأخذ كراست كراستكم وننجز التمرين رقم خمسة أقرأ السؤال والأجوبة ثم أضع علامة قبل الجواب الصحيح إذن نقرأ السؤال يقرأ السؤال ماذا هذا ما هذا ما هذا ما هذا نقرأ هذا هذا بلبل مرص ريف هذا فول مصر نعم هذا ألم بلادي أعيد مرة ثانية نقرأ السؤال ما هذا هذا سؤال لديه علامة استفهام انتهى بعلامة استفهام ما هذا إذن نقرأ الأجوبة هذا بلبل مرفرف وتشاهدون هذه جملة عادية تنتهي بنقطة هذا فول مفروم هذا علم بلادي ما هذا يا يسمين هذا علم بلادي إذن نرى الجواب جيد أتمنى أن تكون قد فهمتم هذه الحصة وإلى اللقاء في حصة جديدة إن شاء الله في أمان الله